مش عايزين نفكر بالاسلوب ده عايزين نفكر دايما بالاسلوب الطموح بشغف الوصول الى النهائي كأس العالم لأ كل حاجة ممكن وكل حاجة نقدر نعملها واللعابين اللي عندنا يقدروا يعملوا اكتر من كده زي ما حضراتكم شايفين لعابين رايحين وده المران الاخير احنا جايبينه لحضراتكم على هواق مباشرة دلوقتي معانا او منزقالين يعني فعشان كده انا بقول لحضراتكم مهم جدا ان انتوا تشوفوا بصوا اللعابة وقفين عاملين ازاي مركزين اللي هما فيه ده تركيز خدوا بالحضراتكم معلش يعذروني في النقطة دي احنا كنا في هذا المكان انا شخصيا كنت في هذا المكان وشفت وابقى عارف التركيز بيبقى عامل ازاي والناس عامل ازاي اللعابة قاعدة مركزة انا مكلم معظم اللعابة كل غرضهم ان الحكم يصفر ويبتدوا المباراة هو ده غرض اللاعبين هذه الايام فالحقيقة حاجات كويسة جدا ده اعتقد دجاري مارتي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم علشان متواجد فيه تمرين النادي الاهلي مش عارف هو هو ولا لأ ولكن حيقولولي دلوقتي اذا كان هو ولا لأ لانه في النهاية النادي الاهلي هو بطل افريقيا سعد سمير بقيادته كواحد من كباتن النادي الاهلي هو بيتكلم مع بدر بنون اللي اتعملت عليه قصة كبيرة جدا مبارح وكذا هو بدر في التمرين ولا مش في التمرين يا شباب في التمرين ولا مش في التمرين ها قلنا لحضراتكم عشان كده دايما لما باجي اتكلم معاكم بقول لكم جماعة سمعوا الاخبار من قناة النادي الاهلي ما تسمعوا هاش من حتة تانية الحمد لله وإحنا على الهوى مبارح جبنا الخبر وقلنا لحضراتكم اتصاب او جات له حاجة خفيفة وانت بتلعب كده تلاقي رجلك ايه التاني تحتك حد خبطك بالراحة كده في رجلك فتلاقي نفسك بعدها على طول بتلعب ومعندكش اي مشكلة وهو دا اللي احنا قلناه وقلنا لحضراتكم مبارع على الهوى ان بدر حيكون موجود ان شاء الله النهاردة في التمرين وهو على الشاشة وامامكم منذ قليل دا تمرين النادي الاهلي منذ قليل على الهواء مع حضراتكم بدر بنون بيشارك هل حيلعب ولا مش حيلعب محدش عارف الوحيد اللي يعرف التشكيل اللي حيلعب بكرة بتسوق موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي والحمد لله المسحة الرسمية النهاردة كانت جيدة جدا وما كانش فيه اي امور تعرقل اي شيء الكابتن خطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ورئيس البعثة زي ما حضراتكم شايفين واخد اللعيبة الكبار اللعيبة كابتن محمد الشناوي كابتن عمر السلية مجدي افشة اعتقد دا ايمن اشرف كل واحد بيشتغل في المنظومة بتاعته زي ما انتوا شايفين بيتكلم معهم في ايه هتقول لي بيتكلم معهم في امور فنية اتحداك اتحداك ان الكابتن خطيب يتكلم في ايه امر فني على الرغم من هو يعني لما الكابتن خطيب يتكلم في ايه حاجة فنية ممكن جدا ان مصر كلها تسمعه ولكن انا بتحدى الكابتن خطيب هتليون بيقولوه شدوا حلكو بكرة اعملوا كذا خلي بالكم من اللي بيحصل اه عايزينكم النهاردة تاخدوا بالكم على نفسوكو بكرة هو دا اللي الكابتن خطيب هيتكلم فيه لان احنا عندنا مدير فني هو اللي يملك الامور الفنية لان انا عارف ان اللقطة دي ممكن تتخذ في اتجاهات اخرى فانا بقول لحضراتكم من دلوقتي وانبارح زي ما قلتلكم انا قلت على الهوى ان بدر بنون اتخبط وحيبقى موجود في التمرين اهو بدر بنون موجود وفي التمرين حيلعب او مش حيلعب دي مش بتاعت حد الله اعلم بيتسو موسيماني تفكيره ايه في بكرة حيلعب بمين حيلعب ازاي الطريقة اللي حيلعب بيها زي ما حضراتكم شايفين اه دي حاجة ما بتبقاش دايما الا المدير الفني هو القضرة باللعبين بقاله اسبوع او بقاله خمس ايام متواجد مع اللعبين في ارض الملعب وعرف كل واحد فيهم ايه اللي عنده ايه وما عندهش ايه الاعادات او الوقفات اللي حضراتكم شايفينها دي بصوا التركيز بصوا عمر السلاية بص مجد افشا كل واحد مركز لما بتيجي تتكلم مع اللعبة مركزين بطريقة غير طبعية مركزين دون شد عصبي دون شد عصبي ده مهم جدا 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 اه ان شاء الله مجموعة اللعبين اللي امام حضراتكم تقدر ان شاء الله اه تحقق امال جمهور النادي الاهلي ان شاء الله في الفوز بيقول المباريات وبعد كده بقى نبتدي نفكر في اللي بعد كده ايه اللي هيحصل والدنيا هتبقى ماشي ازاي ولكن كل التفكير الان في مباراة غدا اه مهم جدا برضو ان حضراتكم تعرفوا ان كل اللاعبين الكبار ودورهم في مثل هذه التوقيت ترجمة نانسي قنقر